عايز اخد رأيك فيما يخص موضوع كريستيانو رونالدو ومانشستر يونيتد وتصريحاته النارية امس مع باريس مورجان اللي يعني ولع بيها الدنيا تريند حتى هذه اللغة طبعا طبعا لسه في جزء تاني لسه ممتزعش كريم كريستيانو رونالدو بيضحي بتاريخه كله مع مانشستر يونيتد وتصريحاته الانبارح كان فيها عنف جديد جدا جدا ولو ليه حق في حاجات كتيرة ولكن كريستيانو رونالدو كان جاي مانشستر يونيتد خسر جزء كبير قوي من جماهيره من قبل ما يرجع مرة تانية للمانشستر يونيتد بالطريقة بتاعت انه كان قريب من مانشستر سيتي ولولا مكالمة فيركسون معه وقال له ما يفعش طلع بمانشستر سيتي وحاول الناحية التانية خلص على مانشستر يونيتد وتدوله راتب عالي جدا دي كانت فيه مشجعين متعاصبين جدا من مانشستر يونيتد شايفين ان هو الاسطورة بتاعتهم والايكونة بتاعتهم التاريخية ان هو يروح للعدو والعدود بتاعتهم اللي هو طبعا منشستر سيتي بعد كده بعد كياه كريستيانو رونالدو بدأت انفعالاته وبدأ يبقى فيه عنف جديد جدا في كل الحاجات اللي هو كان بتحصل معاه من تينهاج وقبل كده من رالف رانج نيكسانا اللي فاتت بدأ يخسر برضو يا كريم شوية شوية الجماهير بتاعت مانشستر رونالدو لغاية لما انبارح قضى على كل حاجة من المختق في الموضوع كريستيانو رونالدو هو مش كريستيانو رونالدو بس ولا مانشستر رونالدو بس هم الطرفين مختقين مانشستر رونالدو لم يحترم كريستيانو رونالدو وكريستيانو رونالدو لم يحترم مانشستر رونالدو إن برحك كان بيكلم في تفاصيل مريبة وكبيرة جدا جدا يا كريم وأرجع لكلامه اللي بيقول عليه أرجع لمورينيو مورينيو في مرة قالك أنا أخدت كل حاجة واخدت كل البطولات اللي في الدنيا ممكن تتاخد ولكن يبقى أكبر إنجاز لي أنا عملته في تاريخي حاجتين أن أنا أخدت مع مانشستر نايتد تاني الدوري واخدت معهم اليوروباليك لأن الظروف والخلف الكوليس اللي بيحصل في مانشستر نايتد فيه مشكلة كبيرة جدا أزمة كريسانو رونالدو كنت جيت معك من أسبوعين هنا وقلت لك يا كريم كريسانو رونالدو مش هيكون موجود في شهر واحد لو تفتكر كنت أنا موجود وترك أنا وهوبا وقلت لك استحل الرجل ده يبقى يكمل فيه بعد شهر واحد وبنسبة كبيرة هو اتفق أكيد مع فريق تاني ما رسافرش معهم آخر مبارتين وواضح إن كل ده كان مترتب فكريسانو رونالدو كريم بنسبة كبيرة خلاص انتهت علاقته مع مانشستر نايتد